ثلاث سنوات عجاف كانت قد مرت على الاحتلال الأمريكي للعراق واجه المحتل حينها مقاومة وطنية متصاعدة حاول وعدها عبر إثارة النعرات الطائفية وزرع الشقاق بين أبناء الشعب العراقي مستعينا بطبقة سياسية فاسدة فضلا عن إشاعة الفوضى والانفلات الأمني عبر فرق الموت التي عثت فسادا في بلاد الرافدين وفي اليوم الذي تلت ذكرى الثالثة للغزو كان انطلاق قناة جديدة في فضاء الإعلام الوطني لتجسد صوتا حرا ممثلا للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ومشروعه وأدواته في البلاد فكانت ولادة قناة الرافدين من رحم الحاجة لصوت يحمل هموم العراقيين وأمالهم في التحرر والنهوض لتكون منذ انطلاقتها مواكبة للمقاومة العراقية وصولاتها البطولية ضد المحتل الأمريكي وفضحت جرائمه وعمليته السياسية البائسة واستمرت بدعمها وتبنيها لكل التحركات الوطنية التي شهدها العراق رفضا لنظام المحاصصة الطائفية الفاسد ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التاريخ فقد جسدت الرافدين طوال عقد ونصف من عمرها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد مدينة السلام التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ويجري وسطها موجتان تمثلان نهري رجلة والفرات مرورا بخطها الوطني المتزن وليس انتهاءا بمواقفها الوطنية الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق وبسبب صلابتها في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي كانت الرافدين وما زالت هدفا للأحزاب الفاسدة والميليشيات التي تسلطت على العراق عبر وسائل وأساليب شتى كانت آخرها عمليات الاختراق والقرصنة التي تعرض لها عدد من منصاتها في محاولات يائسة لثنيها عن الاستمرار بدورها الإعلامي المتميز متناسين أن القناة خرجت من كل الهجمات التي تعرضت لها في السابق أقوى وأشد عزما على المضي في رسالتها وكانت الخيبة والخذلان مصير أولئك المتصيدين بالماء العكر يعني صوت القناة وصل كل الجماهير العراق